مساء الخير أصدقائي تحية إلى الجميع رح نتكلم بمواضيع مهمة طبعا هذه المواضيع بعضها ليست لأصحاب المشاعر المرهفة اللي يعتقدون أنا بالقناة فقط أتكلم بأمور غير السرع على أساس العالم بخير ولا يوجد حتى حرب بأوروبا ولا يوجد تسليح ولا توجد حتى تشنجات بين المعسكر الشرقي والغربي اللي رح نتكلم بأصدقائي هو اجتماع مهم جدا جدا حصل بين وزراء خارجية الدول التابعة لحلف الناتو هذه الدول كان عددها تحت العشرين تحت الثلاثين الآن صار عددهم ثمين وثلاثين دولة وبهذا الاجتماع تم تحديد مبلغ مئة مليار يورو كدعم رح يتم تقديمه لأوكرانيا حتى تنتصر أو حتى يدعموها بحربها مع روسيا وهذا الشيء أعلن عنه قائد حلف الناتو اللي هو ينس ستولتنبيرغ وأهمها بالأمر إن المئة مليار يورو ما رح تتقاسمها دول حلف الناتو بالتساوي يعني كل دولة مثلا تدفع عشرة خمسة سبعة ولكن رح يتم اعتبار كل دولة حسب ناتج المحلي الإجمالي تدفع نسبة مئوية عنها يعني ممكن ألمانيا تدفع خلونا نقول عشرين مليار وممكن دولة مثل بولندا تدفع مثلا خمسمية مليون أو هكذا يعني تحسب الأمور حسب الناتج المحلي الإجمالي ليس هذا فقط أصدقائي بل ألمانيا هي سباقة بتمويل أوكرانيا حتى خارج خطط حلف الناتو فالآن لدينا دولة لتشيك هذه الدولة اللي هي قريبة من أوكرانيا وتشعر أنه ستكون هي التالية بعد أن تنتصر روسيا على أوكرانيا لتشيك عملة جمعية أو عملة اتفاقية لجمع خمسمية وستة وسبعين مليون يورو من أجل شراء قذائف مدفعية وإعطاء قذائف المدفعية إلى أوكرانيا فاللي صار هو ألمانيا دخلت على الخط وقالت يا دول الاتحاد الأوروبي أننا راح أساعدكم بتمويل الخمسمية وسبعة وستين ولكن راح ندفع إحنا كألمانيا أربعين بالمئة من هذا المبلغ الفكرة هي شراء قذائف مدفعية ليس من دول الاتحاد الأوروبي كون هذه الدول خزينها العسكري والاستراتيجي والقذائف مهم جدا بالنسبة لها فيردون يشترون من دول خارج الاتحاد الأوروبي لتأمين تخطيات أوكرانيا بقذائف المدفعية كل هذه الأشياء تثبت لنا أن الأمور هي صعبة وأوروبا تعيش وضع صعب والحرب هي قريبة جدا حتى من الدول الأوروبية ومن الدول الآمنة من فترة طويلة مثل ألمانيا الموضوع التالي أصدقائي هناك كلام عن أسوأ عاميا بتاريخ ألمانيا أو بتاريخ الصناعة الألمانية هناك رجل اسمه هذا الرجل هو رئيس اتحاد الصناعات الألمانية شنهجوه محاد جدا على المستشار أولاف شولتس وعلى حكومة الأمبل اللي هي الحكومة اللي جابت أولاف شولتس الحكم وقال أن السنتين اللي حكامتونا بيها يا حكومة شولتس هي أسوأ سنتين بألمانيا وضيعناها من عمرنا ومن اقتصادنا وقال أن حكومة شولتس وضعت ألمانيا بموقف صعب جدا وبتصريح لصحيفة زود دويتشت سايتونك رئيس اتحاد الصناعات الألماني ألماني دولة صناعية ما يقول رئيس اتحاد الصناعات اللي هو زيكفر الغوسم مهم جدا جدا قال أن المستشارية أي أولاف شولتس وقراراتها وسياستها تهدد مستقبل ألمانيا وقال أن الوضع خطير والاستهانبي هي الأخطر من كل شيء بنفس الوقت تضامن مع زيكفر الغوسم اللي هو رئيس اتحاد الصناعات تضامن مع بيتر آفان وهو رئيس الدويتش إيهاكا أو رئيس غرفة التجارة وقال أن ما يحصل بالبلاد هو فقدان الشركات للثقة بالحكومة الألمانية وتتحول ألمانيا من دولة صناعية تجذب الشركات أو من المفترض أنها تجذب الشركات إلى دولة تهرب منها الشركات إلى الخارج قاد حاد جداً هجوم على حكومة شولتز بل صفعة أخرى من ماري كريستيان أوستمان وهي رئيسة رابطة أصحاب الشركات العائلية يعني شركات العائلية كثير بألمانيا هي شركات عائلية حذرت من تداعيات كارثية على جميع الأصعدة بألمانيا بدءاً من تمويل الجيش قالت تمويل الجيش بخطر ووصولاً إلى مكافحة تغير المناخ وقالت إذا ما تم تسريع الأصلاحات بألمانيا الأصلاحات السياسية فالأمور متجهة نحو الهاوية كل أصحاب الأعمال والمصالح وكل الرجال المهمين للاقتصاد الألماني أصدقائي يحذرون من أمور عديدة منها أولاً البيروقراطية المتزايدة وثاني شيء هو التأخير باستحصال الموافقات كصاحب مشروع كصاحب شركة تأخذ وقت طويل استصدار موافقاتك ويشتكون من ارتفاع تكاليف الطاقة والتخلف الكبير بمجال التحول الرقمي والرقمنة وحتى بالمناطق الريفية الانترنت ضعيف يريدون من حكومة شولتس حتى إذا ما تقوم بإصلاحات يريدون فقط أن تعترف بأن الوضع سيء بدل أن يطلع أحد وزراء أولاف شولتس يقول إحنا عملنا تحول تاريخي والأمور هي جيدة وتحول الطاقة يجري بأحسن ما يكون أصحاب الأعمال أصحاب المصالح رجالات والنساء الاقتصاد يقولون عكس هذا الكلام موضوعنا التالي أصدقائي مهم لكل شخص يريد أن يشتري شراء يسمى صيدة بربع القيمة فرصة ثمينة جدا طبعاً بألمانيا وبكل دول العالم أكثر الأماكن اللي يتم نسيان الحاجات بها هي المطارات مطارات بها روحة بدون رجعة لينسى الحاجة بعد تنتهي ومحطات القطارات فأصدقائي أحياناً يكون من سابع المستحيلات لما ينسى الشخص شيء بالمطار أو بمحطة القطار أنه يرجع له فبألمانيا وحدها بمحطات القطارات وداخل القطارات أو بالمحطات يتم نسيان الأشياء وحوالي سبعمائة غرض مهم وثمين باليوم الواحد بالنسبة للدراجات الهوائية أصدقائي فشركة الدويتشبان دراجات هوائية أو دراجات كهربائية الإي بايك تجمع بكل سنة 2700 دراجة بينها كثيرة كهربائية وبعضها يصل ثمنها إلى يعني آلاف اليوروهات 2700 دراجة هذه ما عادة الدراجات اللي تم إرجاعها لأصحابها فاللي يحصل هو بعد ما تمر مدة عشرة أسابيع على نسيان أي شخص لدراجته أو لغرضه يتم أخذها من قبل دويتشبان وبعدين يتم عرضها بمزاد علني بأسعار رخيصة جدا ويأتي مجموعة كبيرة من الأشخاص يشترون هذه الدراجات هذه الأشياء الثمينة أحيانا بمبلغ يصل إلى ربع القيمة أو أقل بكثير من ربع القيمة فالمتوسط لسعر بيع الدراجة الهوائية بالمزادات هو 60 يورو بعض دراجات يصل سعرها إلى 400 أو 500 يورو والدراجات الكهربائية تباع بـ 200 يورو وأحيانا بـ 300 يورو فهذه الفرصة لكل شخص يريد يروح يشتري من المزاد العلني بسعر قليل جدا وكثيرين يشترون الحاجات بالمزاد العلني ويعرضوها بموقع ويعني يبيعوها ويربحهم بيها كثير من الأموال الموضوع التالي أصدقائي حنمر له باختصار كيف يعيش سكان ألمانيا لـ 84 مليون نسمة كيف يقومون بتمويل صرفيات حياتهم من يصرف عليهم وكم عدد المستفيدين من معونة البطالة اليوم دراسة مهمة جداً بألمانيا تبينينا كيف الناس عايشه ومن يعتمد على نفسه ومن يأخذ مساعدات من السوسيال أو من الجوب سنتر أصدقائي تبيني بهذه الدراسة أن حوالي 6% من سكان البلاد يحصلون على مساعدات من الجوب سنتر أو من السوسيال ويعني هؤلاء الأشخاصهم بسن العمل حنتكلم عن الأشخاص اللي أعمارهم من 25 إلى 65 عام وأيضاً تبيني أن 75% من الأشخاص اللي هم بسن العمل سواء كانوا ألمان أو مهاجرين يعيشون مما يكسبونه من خلال عملهم يعني نسبة كبيرة من الأشخاص يعني يعيشون بما يكسبونه وتبين أيضاً أن 8% من السكان أيضاً اللي هم بسن العمل بين 25 إلى 64 سنة يعتمدون على الأقارب بدعمهم مالياً كي يعيشون وتزداد نسبة النساء بهذه الفئة عن الرجال فمثلاً أصدقائي من ضمن الثمانية بالمئة اللي عايشين على الأقارب يعني مثلاً الرجل يعمل وهو يصرف على زوجته أو زوجة تعمل وتصرف على زوجها 13% من النساء مشمونين بهذه الفئة وبالنسبة إلى الرجال 2% من الرجال يعتمدون على الأقارب سواء الأخ أو الزوجة الحصائية تعطينا فكرة عن طريقة عيش السكان وطريقة عيش الأجانب وتبين لنا أيضاً أن النساء بصورة عامة ربما يكونون ضحايا بالعمل ربما ما يحصلون على الحقوقهم الكاملة بالعمل وبنفس الوقت يقومون بالتفحية بحياتهم والمهنية من أجل العائلة خصوصاً المرأة المهاجرة حسب نشوف الحصائيات نسبة كبيرة من النساء المهاجرات تعتمد بالمعيشة أو بالتمويل على أحد الأقارب يعني الشريك أو الزوج مثلاً أو الأخ فهذا يعني أما تكون هي مظلومة بالعمل أو تضحي بنفسها من أجل تربية الأولاد ومن أجل العائلة بهالموضوع وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا استفادئت وتحياتي لكم مع السلامة